موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم استفاف المعدات المشاركة بخطة الدولة لتنمية وأعمار سيناء واستمع الرئيس لكلمة من دكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول المشروعات التي تم البدء في تنفيذها لإنشاء بنية تحتية كاملة في سيناء منذ عام 2014 والتي بلغ إجمالي تكلفتها حوالي 610 مليارات جنيها كما تابع الرئيس السيسي خطة الدولة لتنفيذ تنمية وأعمار سيناء واستمع لعدد من ممثل الشركات السينوية المشاركة في تنفيذ المشروعات وطالبهم بتكسيف جهودهم خلال الفترة المقبلة وأكد الرئيس السيسي إنه بفضل الله وتوفيقه استطاعت الدولة المصرية القضاء على الإرهاب الذي كان يعيك الحياة في سيناء وليست تنمية فقط وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة لن تشكر أهالي سيناء على تضحياتهم بالكلام فقط ولكن بالاهتمام والعمل كما تفقد الرئيس السيسي استفاف المعدات المشاركة بخطة الدولة لتنمية وأعمار سيناء وأقام بتكريم عدد من النمازج المتميزة من أبناء سيناء سيناء مساحتها ستين ألف كيلو إحنا في مصر تقريبا عايشين تقريبا يعني على ستين ألف كيلو برضو مش كده تقريبا وده مهم أقول أن أنتو يعني كل اللي بيسمعني سواء كان مصري أو من أهالينا في سيناء يسمع ده إحنا المصر كلها كسكان متجمعين على ستين ألف كيلو متر تقريبا يعني بنحاول نزودها ونخليها يعني نتنشر في المئة ولا حاجة وده خطتنا في المدن الجديدة لكن عايز أقول سيناء لوحدها ستين ألف وعشان كده عشان بس يعني زي ما تقال على مدى السنين ما تعملش تنمية يكبدة فيها لأن كان حجم التكلفة عشان تعمل بنية أساسية في ستين ألف كيلو عايز تعمل شبكات طرق عايز تعمل محطات كهرباء عايز تعمل كل الكلام اللي احنا قلناها دلوقتي وتعرض عليكم عشان تعمل على مسطح ستين ألف كيلو أو على في التجمعات اللي موجودة فيها تكلفته عالية جدا وده اللي أعاق التنمية خلال الفترة اللي فاتت وإحنا بقول الكلام ده عشان يعني نشكل للناس اللي بتسمعنا فهم ووعي طب أنا بقول كده ليا دكتور مصطفى أنا عايز أقولك على حاجة وإحنا هي الحرب بتاعت الإرهاب خلصت طب ما لغاية دلوقتي في حجم من الشععات والأكاذيب والافتراءات غير طبيعي أخيرهم الكلام اللي تقل خلال الأسابيع التلاتة اللي فات والله الشهر اللي فات لما تقل إن إن قناة السويس وكلام يعني يعني أنا عارف إن المصريين منتبهين لده ومش هيستدقوا لكن نتقل كده تقل إن إحنا بنفكر نبيع قناة السويس وفيه عرض مش عارفين فيه حتى عملوا لي عملوا لي يعني جمعوا كلامي ده وعملوا منه فيلم كده وخرجوه على إن إحنا الكلام ده أنا قلته محمد قالك بتريليون دولار الموضوع هيتبع بإيه؟ بتريليون دولار هنبيع القنال بغض النظر عن الدوات كأرقام وكده أنا عايز أقول حتفضل العملية عملية محاولة عرقلتكم مش أنتوا بس كلنا مصر مستمرة وحتستمر وبالتالي إحنا محتاجين دايما مش عقول وعينا يبقى موجود لأن الوعي الحمد لله رب العالمين موجود لدى كل اقطاعات الشعب المصري ولو الوعي ده مش موجود ما كانتش الناس استحملت معانا الظروف الصعبة والأسعار الغالية اللي بتمر بيها مصري بقالها أكتر من سنة دلوقتي وأنا بعترف في ده لأن ده واقع إحنا بنعيش إحنا بالسبب صحيح لكن فيه عبء كبير جدا جدا على كل أسرة وعلى كل مواطن مصري دلوقتي نتيجة التكلفة العالية اللي إحنا بنعيش بيها نرجع تاني لسينا أنا حبيت بس أقول لكم أنتم اللي عملتو خلال السين اللي فاتت كان ممكن أول ما يتعملش دلوقتي وكنا أجلناه أجلناه لغاية لما نخلص يعني زي ما النهاردة بنبدأ كده نقول يا حنبدأ نعمل كل اللي إنتو شفتوه صدقوني إذا كنا احنا بنقول الرقم اللي اتكلفت بي سينا ده تقريبا بالدولار في حدود من 40 ل 50 مليار دولار صدقوني لو بنعمله دلوقتي وبنقدم فيه دلوقتي إحنا هنتكلف ضعف وضعاف الرقم ده طبعا بالإضافة للوقت اللي هنبقى محتاجينه للتنفيذ طب أنا عايز إيه من الشركات اللي شغالها هنا يعني لو كلمت ماتيتو هقول له يعني أنت بتعمل بقى لك كتير جدا محطات تحليط ميا ومعالجة صرف زراعي وصرف صحي في مصر طب احنا الحجم المكون المحلي اللي احنا عايزين نحتاجين منكم انتم عندكم الخبرات وعندكم الاتصالات بالناس عشان تزودوا حجم الصناعة المحلية مثلا للأخشية ادي كنتوا شايفين حجم المحطات اللي احنا بنعملها وين اللي حنعملها؟ لأن احنا قلنا ان خطتنا في الميا أن كل المدن الساحلية على البحر المتوسط والبحر الأحمر هتبقى دكتور مصطفى مياه تحليط وبالتالي ده برنامج كبير والبرنامج ببينتيش بينشاء المحطة انت عارف ده كده كويس واحنا جاهزين افا حاضر يلا واحنا كمان جاهزين مش امري ده كان الفكرة كلها ان احنا عايزين الكلام ده يبقى بيتعامل لشغل ناس في مصر وكمان يوفر عملة حرة احنا بنشتري بيها المنتجات او الخامات او القطع الغيار اللي احنا عايزينها للموضوع يتبقى البرنامج اللي احنا بنتلقوا النهاردة لكم كلكم احنا اللي فادكم واللي جايكم تاني اللي فادكم واللي جايكم تاني ايه وقت تفتكروا ان احنا بعد التضحية اللي قدموها اهالي سينا هنقول متشكرين بالكلام هنقول متشكرين بالايه بالكلام لا احنا هنقول متشكرين بالاهتمام وبالعمل اه بالاهتمام والعمل يواصل حزب مستقبل وطن تنظيم عدد من الانشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء بمحافظات الجمهورية يأتي ذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وأيضا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين حيث قامت أمانات الحزب على مستوى المحافظات بإقامة معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية والتموينية ويميش رمضان واللحوم البلدي الجاهزة والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بالإضافة إلى قوافل سلع غذائية مقبرة متنقلة لتجوب كافة المراكز والقرب المحافظات تباعا كما أقامت عددا من الأمانات معرض كسوة الشتاء بأسعار مخفضة ومعرض آخر لبيع منتجات الأسرة المصرية وتواصلت فعاليات القافلة الطبية المجانية في مختلف التخصصات شركاء من أجل صحتك لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجانة كما وصل شباب الحزب بمختلف المحافظات المشاركة في حملة بلدنا نظيفة بالتعاون مع عدد من الوحدات المحلية ولتشكيل الوعي الفكري قامت الأمانات المختلفة بعقد عدد من الندوات التثقيفية حول دور الإعلام والتواصل مع الجمهور بالإضافة إلى ندوة عن مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث وتوعية الأسر من خطورة المخدرات بالإضافة إلى ندوة عن أهمية التواصل الاجتماعي والتعليم من أجل منهضة العنف كما نظمت الأمانات المركزية تندوة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودورها في دعم الاقتصاد المصرية وذلك بحضور رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ ونظم الحزب مارسون رياضي شبابي للجري في محافظة جنوب سيناء كما نظمت أمانات القاهرة حفل ختام الموسم الثاني لمسابقة أوائل الطلاب من كل بيت في مصر وتم تكريم عدد من الطلاب المتفوقين يلتقي فريق نادي فيوتشر لكرة القادم مع الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالمغرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفودرالية الأفريقية كما يستضيف فريق برامدز نظيرها إسكو الكرة التوجولية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات ذات الجولة ترجمة نانسي قنقر